ملايش علاقة بكفاية مراوان لكن كمان الكابتن حسن شحاته نشوف رأيه مع المهندس عدل القيعي عن مراوان محسن ولا لا برأيه كيف الانتقادات على مراوان محسن مهاجم الاهلي رغم ان مراوان النهاردة جاب جول والماتش اللي فات في الدوري امام نادي مصر جاب جولين كويس وهو حتى بعد ما بيجيب هدف بتحس انهم بتاني شنو ومتدايق وان عليه ضغوط عليه ضغوط عليه كلام كتير يا كريم عليه كلام كتير ومراوان محسن من اللاعبة جايدين عارفت ازاي لكن هو حظه حظه ان هو بيضيع فرص كتيرة عارف انت ازاي فعشان كده في كلام كتير عليه كلام كتير ده بيخلي اللعיב دايما مهزوز لكن مراوان محسن من اللعبة اللي بيجيب جوان في اي وقت ومن اي كورة صغيرة بيجيب جوان نصحتك ليه بقى لأ نصحت انه هو ما يتحزش اللعب الجايد ما يتحزش مهما حصل من كلامه مهما حصل من انتقادات ما يتهزش ده لعيب جيد لعيب منتخب جيد وبالتالي ما يتهزش بأي حاجة ده نصحتي لمحسن لمران محسن أو لأي لعيب أوعى تتهزم الانتقادات في لعيبة كتير تعتبر بطلت بسبب الانتقادات دي برضو حاخد من الآخر أوعى تتهزم الانتقادات لعيبة كتير بطلت الانتقادات لأن الحقيقة ما بيتش مسألة الانتقادات ده وجات نظر الناس بتتكلم كأنها قاعدة مع بعض بلا مسؤولية وأنا لما أنا بقول أراءة سعاد أما فكر فيه ما عرفش أقولها يعني على الهوى لأني بيلاقيها أراءة فعلية عايز في رئيتي تكسب باستمرار وعايز كل فرصتي وده مستحيل على مستوى العالم لكن الكابتن حسن شحاته لازم لازم يعني نشوف النمازج الطيبة أيوة النمازج المسؤولة النمازج التي تتسم بالوقار والموضوعية هو الراجل لعب لهذا كان مدربا عظيما ونجح نجاح غير مسبوك طبعا هو كلاعب عظيم ما فيش جدال واحد من الأبرز صحيح اللي جون في تاريخ مصر أي لكن كمان لما تقيمه بقى كراجل تفهم كان بيتعامل مع لعبته إزاي يقدر يدي الثقة لأي حد لأنه راجل مش انفعالي وراجل لا تحركه الأهواء شكرا كابتن حسن على هذا النمازج الطيبة الذي تقدمه وتعلم يا كريم ولو أنك بتتعلم شكرا